بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج اللهم ربه إمامي وربي وخالق إمامي وخالقي ورازق إمامي ورازق إرضى عني وإرضى عني إمامي عظم الله جوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا السيدة فاطمة عليها السلام عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إذا كانت لك حاجة إلى الله وذقت بها ذرعا لديك حاجة وبمعنى باللهجة العامية انشلع قلبك من وراءها لديك حاجة لديك أمنية وتتمنى من الله عز وجل لحققها إلك وانشلع قلبك إلى الآن لم تتحقق وذقت بها ذرعا ماذا تفعل؟ قال الإمام الصادق عليه السلام فصلي ركعتين فإذا سلمت انتهيت من الركعتين كبر الله ثلاثا وسبح تسبيح فاطمة عليها السلام يعني بعد الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم تسبح تسبيح فاطمة عليها السلام ثم تسجد وتقول مئة مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني ثم تضع خدك الأيسر على الأرض وتقول مئة مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني ثم عد إلى السجود وقل مئة وعشر مرات يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني ثم اذكر حاجتك فإن الله يقضيها الإمام الصادق عليه السلام بصريح العبارة يقول فإن الله يقضيها اذكر حاجتك فإن الله يقضيها هو الضامن لقضاء هذه الحاجة اللي شلعت قلبك وصار الهسنين ما تتحقق فجرب ولا تشك وعظم الله جوركم مرة أخرى وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى برنامج